محمد بالقايد كرات بين محمد عياد والقايد ترجع الكرة من جديد تفتك عن طريق سند الحسي ولكن ترجع الكرة من جهة اليمنى هذه تمريرة خطورة فريق الخليج خليج سرت ولكن الكرة تخرج فرانك عبد العزيز يسلم الكرة إلى بشير الكرامي يلعب الكرة عالية ولكن دون عنوان مع بناء الهجمة من ناحية المادي الكوت هذا اسلام الغنائي يراه أكثر من لاعب يستعدد كرة اسلام وهدف هدف ذكرت أن المدرب محمد زواغي يحتمد على اسلام الغنائي وفعلا اسلام الغنائي يغالط التوفيق فعلا حارس بالنسبة للأخضر يخطأ في الامساك بالكرة واسلام الغنائي الكرة كانت قوية جدا وبغضت ردوان توفيق فعلا اسلام الغنائي والحوار ويقول أن القادم فريق خليج سيرد سيتعافع والخليج لديه الإمكانيات أن يرد في كل اللقاءات القادمة أكيد مشاهدين كانوا بخاصة فريق كبير جدا فريق الخليج مهما كانت الصعوبات متماسة للأخضر مهدي كوت يلعب كرة عالية لكن بين أحضان الحارس حارس فريق خليج سيرد كارت أن الجهة اليمنى الجهة اليسرى بالنسبة لخليج سيرد هذه كرة هجوم لصالح فريق الأخضر لقريتلي يبحث اللعب هجمة خطيرة لصالح فريق الأخضر مؤيد لقريتلي أمام الجهفري مؤيد يبحث عن اللعب يرفع الكرة ولكن الكرة دون عنوان يرصيد عاشر ريقات في المرتبة الثانية تعال لعب الكرة هذه هجمة لصالح فريق خليج سيرد ولكن تمر طريج إلى حد الآن وهذه هجمة للخليج إسلام الغناء ولكن تسلل على إسلام إسلام الغناء يحاول أكثر من مرة اختراق الدفاع هذه الكود لعب الكرة يعني آرين بابل من الجهة اليسرى هذه هجمة لفريق الأخضر ولكن دفاع جعفري يبعد الكرة خطأ لصالح فريق الأخضر الأمامي ويبعد يبعد الجعفري الكرة من جديد ترجع الكرة تماسي صالح فريق الأخضر الأمامي أنس كرة ضعيفة جدا تجد فرانك من جديد الأمامي يسدد الكرة وهدف هدف مباغت هدف لصالح فريق الأخضر مشاهدين الكرام على طريق الوذرفي المحترف التونسي المهدي الوذرفي تسديدة عبد الرحمن الأمامي والوذرفي بكل اقتدار حاول يباغت تسديدة الأخضر ذكرت اختراق القريتلي لم ينجح لكن تسديدة الوذرفي أكثر من مرة ذكرت أن الأخضر يحاول المباغة عن طريق التسديد الطموحات الأخضر وقفت عند النصف النهائي عندما فقد اللقاء أمام أهل طرابلس في ملعب بنينا بهدف دون رد هذه أجمة لفريق القليج تسديدة تسديدة قوية تسديدة قوية لمحمد عياد حسي أرفع الكرة عالية ولكن من جديد محمد عجمة وقرة كرة كانت سهلة تسديدة مهدي الوذرفي محمد العجمة يلعب الكرة عالية ناحية الرؤوس المدافعين لكن مصفى حمزة وإسلام الغنائي حوار ترجع الكرة من جديد إسلام وإلى مدافعي فريق الخليج الحضور وتسل تسل راية راية على إسلام الغنائي ذكرت أن إسلام الغنائي الاعتماد أكثر على هذا اللاعب الشاب محمد حمد ومحمد بقايد وبالنسبة حسين العبيدي في الهجوم إسلام الغنائي فرانك عبد العزيز هناك تغييرات لكل الفريقين يترك الكرة إلى صهيب بن سليمان لكن تفتك يخطى صهيب هذه أجمل إصالة فريقة لسرد إسلام الغنائي في حوار مع مصطفى حمزة أو محمد جويفي ومصطفى حمزة يفتك الكرة ولكن خطأ أخضر أبراهيم فاروق هل ينفذ يلعب الكرة من الجاعة اليمنى تطول ولكن الكرة بعيدة ترجع من جديد تزيد وهدف هدف 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 لفريق الخليج كرة كانت ولا أروع كرة يعني فعلا تغييرات أتت أكلها أبراهيم فاروق يمر للكرة ولكن تزديدة تزديدة كانت قوية لم يراها توفيق رضوان صاروخية لفريق الخليج فعلا الخليج ذكرت يبحث هنا في جدابيا عن ثلاثة لقاب وعماد خريش توجيهات لكل مدافعين مهاجمين رقابة بالنسبة لخليج جسرت لهذه الكرة ولكن الكرة تخرج رقمية لصالح فريق الأخضر يلعب الكرة هدف هدف مباغة ذكرت أن المباراة ستكون والأروع في الشط الثاني المهدي الكوت يلعب الكرة ويجد فعلا المهاجم لدخل هذه هجمة لصالح فريق الخليج عاد لنتيجة الأخضر سريعا مشاهدين الكرام مباراة ندية وعد شهادنا فيها الهجمات والتسديدات متوازنة نوعا ما وهذه الكرة هدف 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 لصالح فريق الأخضر الهدف الثالث لصالح فريق الأخضر هذا محمد جد الله من جديد محمد جد الله يعود ويسجل الهدف الثالث لصالح فريق الأخضر اجده بأكيد الأقرب لصالح وكل الأخضر ودخول عبد الله عبد الرحيم هذه تزديد وهدف هدف هدف لصالح فريق خليص ريت إسلام الغنائي تزديدات اليوم مباراة التزديدات اليوم مباراة التزديدات مشاهدين الكرام تزديد قوية يعني يرد إسلام الغنائي على أحمد كراو جاء اليوم الخليج أنشط في الدقائق الأخيرة آخر ربع الساعة ترول ولا أروع عبد الرحمن الأمامي عبد الرحمن ما فيش تسل يقول الحكم الوذر في المهاجم نعم عبد الله عبد الرحيم عبد الله عبد الرحيم المرة الثانية عبد الله عبد الرحيم الكرة عالية دون تركيز عبد الله اليوم ترجع الكرة إبراهيم فاروق عبد الله عبد الرحيم مرة أخرى ترجع الكرة المهدي الكوتشيال يسرى شكل خطور المهدي في حوار إلى علي أمادو يسدد علي أمادو وهدف هذه المباراة التزديدات هذه التزديدة قوية من علي أمادو وإضافة للهدف الخامس علي أمادو اقتربنا من النهاية لإبراهيم فاروق أمامية ناحية إسلام الغنائي لكن توفيق حاضر دقائق الأخيرة عبدالله عبدالرحيم يمر واجهد السهولة عبدالله عبدالرحيم يلعب الكرة وهدف هدف سادس لصالح فريق الأخضر عبدالله عبدالرحيم اخترق ودون أي فعلا ردة فعل فريق خليس سرت يعني بكل سهولة مر لنهاية اللقاء بتفوق الأخضر بستة هداف مقابلة ثلاثة